ميم اللي مباعت ب470 ألف دولار تقريبا زوي روث اللي ظهرت بميم فتاة الكارثة أو ديزاستر جورل منذ أكثر من 15 عام بوجه مبتسم ووراها كان في بيت عم بيحترق بتتذكروا لهذه الميم الآن حققت مئات الآلاف من الدولارات خلال بيع رمز غير قابل للاستبدال اللي هو الـ NFT طبعا لصورتها الأصلية الرمز الغير قابل للاستبدال الـ NFT لصورة روث واللي بيعتبر شهادة ملكية لأصل رقمي فريد ولا يسمح باستبداله بيع بمزاد علني أجري على مدار 24 ساعة هذا الشهر مقابل 180 قطعة من عملة الإثيريوم طبعا عملة الإثيريوم هي عملة رقمية مشفرة بقيمة قارب 430 ألف دولار لما بوقت البيع يعني أما الآن إذا بنا نحسبه على قيمة الإثيريوم الآن فباللحظة الحالي هي تقريبا 470 إلى 480 ألف دولار حتى بحيث أنه واحد إثيريوم يعادل تقريبا 2700 دولار حاليا طيب مين اشتراها؟ اشتراها رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة 3M Music بدبي وهي مو أول مرة بتقوم بها الشركة بشراء نفتي حيث قامت بشراء عمود من صحيفة نيويورك تايمز بقيمة 560 ألف دولار شو رأيك بالعصر اللي نحن عم نعيش فيه عليه اللي بنت كان من صورتها في ميم الآن ربحت مئات الآلاف دولارات بسبب الـ NFT والرموز الغير قابلة الاستبدال صوروني 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 تماما جنون يعني فعليا موضى أن أي أحد يتواقع أن هالشي أحد يشتري صورة ميم 2017 أو 2020 ما حد ما قال أن أوكي قلنا أشتري هالميم طبعا البنت كبرت الميم عمرها 15 سنة تقريبا البنت كبرت وحتى عم تنشر صورها الآن يعني صارت صبية جزم الله ولكن صارت كمان يعني ثرية بسبب هاي الميم وفعلا هي غردت وكتبت زوي أنه شكرا للإنترنت يعني شكرا عن جد للعصر اللي نحن عم نعيش فيه اللي لدرجة أنه ميم بتجعل منك إنسان ثري شكري هلا خلاص لازم أصور ناسي علي ما عندك شي صورة هيك ولا هيك ميم ممكن الواحد أنه يشتريه بالـ NFT رفيجي الله الله عليهم حاط ليشتي كارس كلهم سوي لهم بس وايهي يلا 50-50 يلا 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 يلا